والدي لا يستطيع دخول الحمام بل إنه لا يستطيع الحركة إلا بمساعدة ودائما يستخدم البامبرز وهو يريد الصلاة باستمرار فما الحكم في صلاته وهو نائم ومن غير طهارة مع العلم أنه بمفرده معظم الوقت لظروف العمل لا لا يصلي إلا على طهارة فإذا كان يعني متلبسا بالنجاسة في البامبرز المعاه في هذه الحالة إنما لو كان متأكد إن البامبرز ما فوجوش فيه نجاسة مش قادر روح للحمام يتأمم يصلي لو متأكد من طهارة ده الأهم إنما متلبس بالنجاسة وفيه نجاسة في هذه الحالة ما قدرش ينتظر لما حد يجي ويجمع بعد كده بقى له عضر الجمع في هذه الحالة سواء جمع تأديم أو جمع تأخير للحديث الوردة في الجمع العضر وعضر المرض موجود نعم أزاكم الله خيرا